نحن اجتهدنا أعطينا بالثانية والوقت للهلال والوحدة. أد بعضهم نلتقينا. يمكن الوحدة قابلنا رئيس النادي واللاعبين شوي بالهلال الصعب في المقابلات. لكن رحنا على مشجعين الهلال. نتوقع ونتمنى أن نشوف مباراة كبيرة. أبو سلطان هل ستكون مباراة الهدف الواحد أم أكثر؟ لا أعتقد أكثر. أعتقد ستكون فيها من ثلاثة إلى أربع أهداف بين الفريقين. أبو أحمد كمان مباراة الهدف الواحد أم أكثر؟ أتأول أن تحياتي للجمهور الوحدة. هذا الجمهور العاشق الذي استحق الفرح. وأتوقع المباراة فيها أكثر من هدف. بطريقة لعب الوحدة والهلال فيها أكثر من هدف توقع. طيب. لأنه معي أقل من دقيقة. المدربين سيرة ودياز. أبو أحمد مين شاهدوا أخبار؟ لا أرى. سيرة مدرب ذكي جدا. وممكن يستغل بعض الثغرات. ويستغل بطء التحضير الهجمة في الهلال. الهلال في الفترة الأخيرة أصبح فريق بطيء في التحضير. إذا استمر على نفس الرتم الذي ماشي عليه الهلال في المباراة التي راحت. هذا بيكون في صالحة الوحدة. ولكن إذا كان دياز يوصي لعبيه وحثهم على سرعة البناء الهجمة وبشكل سريع مفاجأة الوحدة. الهلال سيكون له كلمة. أبو سلطان نفس السؤال. أنا دائما أبو كرم أقول المدرب لا يتجاوز دوره 25-30%. هم اللاعبين. هم التورز اللي عندهم. اللي يطبق ما يطلبه المدرب هو اللي سيحسم النتيجة. طيب. آخر توقع أبو سلطان المباراة من لمن؟ أنت قلت الهلال سيحسم بالفترة. ثلاثة واحد الهلال. ثلاثة واحد. أبو أحمد. ثلاثة واحد هلال. أبو أحمد. ثلاثة واحد تقريبا للوحدة. آه. طيب. كل الشكر لك عزيزنا الغالي عبد الله بن زنان. والحمد لله من جديد على سلامتك. ودائما مع البكشار. ومبسطة ترتمشي وتطلع. ولأنه غاب فترة الماضي كان عامل عبد الله. الله يساعدك. شكرا على سلامتك. شكرا على سلامتك. أبو سلطان دائما ننور. دائما هيك. شايفها اللي تسامي مع أحلاها. تسلم لي يا غالي. الله ينور حياتك وجمعة مباركة. حبيبي جمعة.